اشتركوا في القناة وفيديو اخر عن الشخصية العفوية السازجة او كنا من سميها الشخصية العفوية النهاردة نشوف مع بعض نوع من الشخصيات يبدو انه نوع نادر قد يقابلك في حياتك نموذج اتنين تلاتة اربعة من هذه الشخصيات الشخصية بتاعة النهاردة هي الشخصية القاسية الشخصية القاسية قسوتها قسوة في الاخلاق وفي الافعال وفي الاكسام الشخصية القاسية العنيفة بتتميز بالصلابة تتميز بالخشونة تتميز ايضا بعدم المرونة هذه الشخصية لو ادينا نموذج عليها زي الشخص اللي بيستقدم عامل من احد البلاد ويزوقه سوء العمل والادهى والامر انه لا يعطيه اجره واذا طالب هذا العامل باجره قام هذا الرجل بتهديده والانتقام منه بشكل او باخر نموذج اخر للشخصية القاسية شخصية اللي بتستخدم السلطة بتاعتها بطريقة تفوق الوصف بيستخدم سلطاته من اجل تحقيق مقاربه ومصالحه الشخصية يهين من امامه ينتقم منه بشكل او باخر الشخصية القاسية بتتميز بمجموعة من السمات او مجموعة من الصفات رقم واحد من الصفات زي ما قلنا الصلابة والقسوة والخشونة والعنف في المعاملة حتى مع اقرب الاقربي عنيف مع الوالدين عنيف مع الزوجة عنيف مع الاولاد من صفات الشخصية القاسية ايضا انه يعاقب عقاب يفوق الجريمة او بيفوق الخطأ واحيانا بيعاقب بدون ادنى زنب من صفات ايضا الشخص القاسي حب العداوة وحب الخصومة والجدال والكلام الكتير والانتقام بشكل او باخر يلاحظ ان هذا الشخص قد يكون في حرب مع نفسه او في حرب مع الناس من صفات هذه الشخصية ايضا انه يستعمل الكذب الكذب يعني مش خاسه بس لا ده هو كمان كذاب طب لماذا يضطر الى الكذب لان الكذب بالنسبة له وسيلة بيحاول بيها انه يرهب الاخر يهدد الشخص الاخر اللي عايز ينتقم منه او عايز يخيفه اما بسلطته او بنفوذه الشخصية القاسية بيغيب عنها العطف بيغيب عنها الحنان بيغيب عنها التعاطف مع من يستحق العطف بيغيب عنه من صفات الشخصية الخاسية المتسلطة اللي ما عندهاش مشاعر اللي ما عندهاش حنية او تعاطف مع الناس انه بيتلزز بتحقير الاخرين انه بيتلزز باهانة الاخرين انه بيتلزز بالسخرية من الاخرين كيف يمكن ان نتعامل مع هذه الشخصية القاسية صعب اننا اتعامل معها ولكن في مجموعة من الخطوات يمكن اتباعها في التعامل معها ممكن هذه الخطوات تفلح مع بعض الاشخاص ولا تفلح مع شخص اخر من ضمن هذه الاساليب والطرق للتعامل مع الشخص القاسي رقم واحد اعمل على ضبط اعصابك وهدوءك عند التعامل معه يعني الشخص القاسي لو انت هادي لو انت متوتر لا الهدوء احسن لك لازم تكون هادي الاعصاب لازم تكون هادي في اعصابك ما تكونش متوتر لانه هو في الاساس الشخص القاسي انسان عصبي انسان الكلمة الواحدة قد تسيره وتغضبه فخليك هادي في اعصابك حتى تستطيع ان تتعامل معه الامر التاني حاول ان تستمع اليه جيدا استمع الى الشخص القاسي العصبي الشخص العنيف المتسلط الصلب استمع اليه جيدا وكن على استعداد تام للتعامل مع هذا الشخص يعني لو انت خايف انك تتعامل معه من الافضل ان لا تتعامل لا خليك على استعداد لو انت خايف انك تتعامل معه الاولى والافضل انك ما تتعاملش لا خليك على استعداد تام وبداخلك تهيئ تام للتعامل مع هذا الشخص الخوف من التعامل معه هيؤدي الى الفشل في التعامل من الأمور اللي بيستحسن أن احنا نتعامل بيها مع هذا الشخص لا تحاول إسارته يعني لا تحاول إغضابه وتذكر قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن عندما تقدم وجهة نظر إليه كن حازما في تقديم وجهة نظرك يعني ما تكون شي بتعرض وجهة نظرك وإنت متردد لا اعرض وجهة نظرك بصدق وبأمانة وبحزم عندما تتعامل مع هذا الشخص قل له أن قدرك هو قدر احترامك للآخرين احترمتني أنا هنحترم حضرتك ردد دائما على مسامع هذا الشخص الأحاديث النبوية والآيات القرآنية ردد عليه هذه الآية وإن كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك ردد عليه الأحاديث النبوية ما اقترن اللين في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه ردد عليه دائما هاتين الكلمتين نعم ولكن يعني ما تحقرش من رأيه لما يقولك رأيه والله ده شيء ممتاز بس يا سلام لو عملناه بالطريقة الفلانية هكذا يمكن التعامل مع الشخص القاسي في لقاء آخر إن شاء الله سوف نتحدث عن نوع آخر من هذه الشخصيات وكيفية التعامل مع هذه الشخصيات وصفتها وما هي المجالات التي يمكن أن تعمل بها هذه الشخصيات إذا عجبك الفيديو فاضغط على ذر الإعجاب ولا تنسى الاشتراك في القناة في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة